موسيقى مساء الخير مرة تانية من مدينة باكورياني واحنا النهاردة جايين من مدينة باكورياني بريلاكس جات لنا دعوة من فندق سنو بلازا ان احنا نعود هنا يومين والدعوة مجانية واحد يسألني يقول لي ليه جاتلك دعوة مجانية عشان انت بتصور فيديوهات هقول لك لا عشان انا عندي شركة سياحة هنا وبتعامل مع الفنادق كلها فاحنا اشتغلنا مع بعض السيف ده كويس فادوني دعوة يومين وانا كنت عامل فيديو بلكده عن مدينة باكورياني اللي ما شافش الفيديو هيظهر اللينك قدامكم اضغطوا على الرابط ودخلوا تفرجوا على الفيديو وعايز اقول لكم ان الدعوة جات في وقتها لان العاصمة درجة الحرارة فيها 32 إلى 36 ودرجة الحرارة هنا 22 إلى 23 فالحمد لله اللي احنا هربنا من حر العاصمة ياريت تعملولي فولو على صفحة الانستجرام وتعملولي لايك على صفحة الفيسبوك واللي لسه ما اشتركش في القناة يروح يشترك دلوقتي ويفعل الجراز عشان يوصلكو كل جديد وفي بردو تربزت بالأرضو هنا للي حب العب لو حد عنده اي استفسار او عايز يسألني عن اي حاجة خص جورجيا او مجال السياحة ياريت يبعث لي على الانستجرام وانا هرد على كل اسئلتكم شايفين انا بيديتي ازاي خلصنا سويمينج بول وساولنا وشاكوزي انظر الواحد طازة دلوقتي لسه مولوك جديد دلوقتي الساعة 8 ونص قالوا لنا في الريسيبشن تحت ان الغرفة بتاعتنا شاملة الفطار والعشا فاننا نزلين نتعش دلوقتي وطبعا نتجو دلوقتي بره الدنيا مش مبطلة امطار انا سكندراني فالدنيا مش مبطلة شتا فيه انشتا تحت في الفندق زي البلياردو تقريبا نخلص عشا اروح لعب البلياردو بس وبكرة هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله هنقفل الفيديو ده هنا وبكرة السبح هنكمل السلام مؤكد صباح الخير دلوقتي الساعة 9 صحينا بدري عشان ننزل نفطر في الفندق وبعد كده هنشوف نعمل ايه يلا بينا فيه هنا بيت فيه هنا سوسيس وحاجة زي كلاش وبيد و سوسيس وحاجة زي كلاش عارب دي بقى شربة وده خير وطماطم وقبنة بوفي محترن الصراح مش هنعمل ايه حاجة النهاردة خرجنا بره بالعربيات ماشينا شوية بس مفيش ايه حاجة انا كنت مصور لكم البلد قبل كده واللي ما شفش الفيديو هيظهر اللينك دلوقتي بتاعبه كورياني انا كنت مقسمه على فيلوكين هيظهر اللينك دلوقتي اتفرجوا عليه ونتكلم بقى في موضوع النهاردة فيه سؤالي تسألني وتبعتلي على الانستجرام وكان فيه حد بيقول لي هل جورجيا حلوة وتستحق الزيارة ولا لا انا هجاوب على السؤال ده النهاردة وده موضوع الفيديو فيه لينك هيظهر لفيديو دلوقتي انا مصوره في جورجيا بالدرون فيه معظم الاماكن السياحية في جورجيا اضغطوا على اللينك وشوفوا الفيديو جورجيا دلوقتي واحدة من اقوى الدول السياحية على مستوى العالم وده بيرجع لحاجات كتيرة جدا تعدد المدن السياحية والانشطة التي تخص السياح وكل مدينة بتختلف عن المدينة الاخرى من حيث الانشطة والمناظر الطبيعية والجبال وفيه فيديو انا بحضله دلوقتي عن ان جورجيا فيها اكبر عدد تليفريك على مستوى العالم انتظر الفيديو نرجع لموضوعنا ده غير ان فيه مدن تنفع للسياحة الصيفية ومدن تنفع للسياحة الشتوية وكمان البلد هنا مش غالية ودي حاجة كويسة بيدور عليها السياح وهيكون فيه فيديوهات عن اسعار المعيشة في جورجيا واسعار الاكل والشرب والمواصلة وان شاء الله قريب هنغطي كل حاجة في جورجيا من خلال الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر